أولا نقيم الخطوة بناء على مستويين المستوى الأول كيف كنا في عشرين سنة الماضية وكيف أصبحنا اليوم بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019 قبل في عشرين سنة لم يحظى حزب سياسي جزائري واحد باستقبال من طرف رئيس الجمهورية لم تحظى وسيلة إعلامية وطنية عمومية أو خاصة بتصريح لرئيس الجمهورية ولذا ما أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون من خلال اللقاءات الضورية التي يجريها مع وسائل الإعلام الوطنية وما باشره من لقاءات مع الطبقة السياسية ومع الشخصيات الوطنية وحتى وصلت إلى زيارة بعض الشخصيات الوطنية المحترمة إلى بيوتها والتعازي ومتابعة الأحوال الصحية هذه الخطوة ربما تعبر عن تشاركية من طرف رئيس الجمهورية يبشر بالخير طيب هذا على مستوى الأول في المستوى الثاني أننا الآن انتقلنا إلى التشاور حول الملفات الوطنية بصفة عامة يعني سواء كانت سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورئيس مد يده للجميع وكما يقول رد التحية لابد أن يكون كمثلها أو أحسن منها لذا احنا تجاوبنا مع دعوة الرئيس وسمعنا منه وجهة نظره لمختلف الأمور وما ينوي إن شاء الله القيام به من أجل إخراج الجزائر من مشاكلها وفي نفس الوقت حقيقة طموحات وتطلعات الشعب الجزائري ونحن من جانبنا أيضا قدمنا له وجهة نظر قبل الحديث عن ربما مقترحاتكم يا سيد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء أنت تحدثت ربما أنه تشاورتم حول ملفات عامة ملفات كبرى سيد جمال ما هي أبرز الملفات التي كانت حاضرة على طاولة النقاش بينكم وبين رئيس الجمهورية والله إحنا في جبهة الجزائر الجديدة ربما تبعت خطابنا منذ تأسيسنا إلى اليوم في ظل الواقع العربي والواقع الإقليمي متشنج والمتغير نحن أمام مشروع تفكيك الدولة الوطنية والدولة الوطنية في المنطقة العربية والعودة بنا من الدولة إلى القبيلة وتشتيتنا على أسس عرقية ودينية ومذهبية ولغوية إلى غير ذلك هذا المشروع مشروع خطير جدا نحن في جبهة الجزائر الجديدة كرسنا وقتنا وجهدنا لمواجهة هذا الخطر الدائم نعم ولذا نحن قتلك سواء في خروجنا السياسي في الميدانة ومع الرئيسة ومع كل الفاعلين دائما نركز على المحافظة على الدولة الوطنية أولا نعم محافظة على سيادتها المحافظة على وحدتها المحافظة على استقرارها المحافظة على التماسك الاجتماعي الوطني نعم ورد هذه المشاريع التي الآن أصبحت يعني على المشروع اللقاء كم دام في حدود كم دام والله ما شفتش في الساعة ولكن ممكن في خمسة وثلاثين أربعين دقيقة يعني نعم طيب ما هو أبرز موضوع أو جملة أو ملف هذا الملف كمدخل لأننا الآن عنا ملفين مرتبطين مع بعض يكملان بعضهم البعض نعم وفي نفس الوقت هما الملفين الكاملين الملف اللول هو ملف الأمن القومي نعم الوطني الجزائري والملف الثاني هو ملف التنمية وكي نقول التنمية البشرية وبناء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحريات إلى غير ذلك هذين الملفين يخدمان بعضهم البعض نعم لا يمكن أن نؤسس لدولة ديمقراطية ولا للنظام الديمقراطي ولا للحريات إذا أضعنا الدولة ما لم يكن فيه أرضية مستركة يعني ولا يمكن للدولة أن تقوم وتتقوى إذا لم يحس المواطن الجزائري بكرمته في أرضه نعم ولذا يعني الملفين يخدموا بعضهم ويكملوا بعضهم ولا يمكن لأحدهم أن يكون بدون الآخر نعم لذا احنا طرحناكا في هذا الإطار والشيء الإيجابي أننا وجدنا تطابق في وجهات النظر بين رؤية حزبنا ورؤية رئيس الجمهورية نعم وهذا كما يقولوا يلقي علينا مسؤولية كبيرة نعم أننا نجند الشعب الجزائري أننا نوعي الشعب الجزائري أننا نتعاون مع هذا الرئيس أننا نتعاون مع هذا الرئيس لتحقيق هذه الأهداف كيف الآن نحن في منظرنا في جبهة الجزائري الجديدة ما هو وقت قام معارض مولاد وقت التعبئة الكلية والشاملة لطاقتنا الوطنية من أجل مواجهة ما يهدد أمننا القومي وما يحقق تنميتنا المحلية ومطالب الشعب الجزائري نعم لذا هو وقت التعاون وهو وقت بناء الجبهة الداخلية التوافق السياسي بناء التوافق السياسي بناء الهبة الوطنية المطلوبة من الجزائري طيب سيد جمال أكيد فيها الكثير من الملفات والنقاط طريحة قانون الانتخابات هل كان فيه عندكم رأي كان عندكم تعقيب على وتحفظ على هذا القانون مع سيد رئيس الجمهورية والله الآن احنا في موضوع القانون كما تعلم وصلتنا مسودة من رئيس الجمهورية نعم ونقش يعني ودرسناها وقمنا بتقديم اقتراحات اقتراحاتنا اقتها وألخصها في ثلاث مقترحات كبيرة نعم وهي مسألة 4% قال لا يمكن أن نعتبر الانتخابات السابقة معيار لتحديد حجم الأحزاب نعم ولكن إذا كان لابد من الإنصاف وتكافؤ الفرص ينحيه 4% هذه نهائيا على الجميع هل فيه توجه لإلغاء هذا الشرط السياسي لمسنا هذا الشيء نعم من رئيس الجمهورية لمسنا هذا الشيء من خلال ندوة الحوار لجراء الرئيس الجمهورية مع الصحافة وحتى في نقاشنا البارحة ثانيا موضوع نوفيت نية للتخلص من كل التاركة السياسية لابد لابد نضع معايير جديدة للجزائر الجديدة معايير نخليه الجزائري نكمل في تكافؤ الفرص وفي ذلك في التنفس النقطة الثانية اللي سمحت هي موضوع يعني إشراك شباب المتحزب والغير المتحزب أن نسوي بينهما والقضية الثالثة يعني اللي هدرناها أننا نحاول نقلص من موضوع الكوطات اللي مطروح نعم البارحة مع رئيس الجمهورية النقطة اللي ركزنا احنا عليها طيب نحاول الحديث عن هذه النقطة سمح لي فقط نتحدث عن نقطة الكوطة هل كان فيها عندكم اختراح؟ ولوش هو تحفظكم بالتحديد على هذه النقطة؟ نحن يريد أننا نميلوا إلى تحكيم الدستور نعم وبعض هذه التوجيهات نحن مليح نشجعه مثلا ترقية الممارسة السياسية المرأة مليح نشجعه الكفاءة الوطنية نحن شفنا هذه الوضعات في قانون الأحزاب السياسية ليس في قانون انتخابات لأن في الانتخابات دستوري من حق كل الناس أن تشارع حق دستوري عنده السن القانونية يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية لغض النظر عن جنسه ولا سنه نعم سنه ولا مستوى الثقافي لكن في قانون الأحزاب مليح نشجعه الأحزاب أو نضع للأحزاب دفتر شروط لكي ترتقي بمستوى مناضلها ومرشحها ما تكونش في قانون الانتخابات أنا شوفها تكون في قانون الأحزاب السياسية باش نلزم الأحزاب السياسية أنها ترتقي عن طريق تكون سياسي بمستوى مناضلها وإطاراتها لتقدمهم سواء الاستوزار ولا الانتخابات ولا لتكونوا كقيادات للأحزاب باش يرتقي المستوى السياسي والوعي السياسي لدى المناضلين وإذا ارتقى لدى المناضلين وإطارات الأحزاب سيرتقي لدى المواطنين نعم طيب نعود إلى النقطة التي كنت تشير إليها بخصوص ربما استعادة ثقة المواطن رئيس الجمهورية راهن كثيرا على الأحزاب ربما تسعة أحزاب في ظرف ثلاثة أسابيع من مختلف التيارات السياسية هل تستطيعون أنتم كأحزاب سياسية أن ترفعوا الرهان وتعاودوا ترجع ثقة المواطن الجزائري في الانتخاب أولا الأحزاب لا يمكن أن نضعها من ناحية التأثير والمصداقية الشعبية لا نستطيع أن نضعها في شكارة وحدها كما نقول في أحزاب زملائنا وأصدقائنا أنهم بإمكانهم عندما نوفر أيضا المناخ السياسي والإعلامي أعتقد أنهم بإمكانهم أن يقنعوا كل واحد من جهته الكثير منه وهذا ما قمت بهجبة الجزائري الجديدة نحن الآن حزب وصل إلى 57 ولاية مهيكلة 57 يعني بقتنا عند زر ورانا في مساعي باش نكملوها وإن شاء الله راح نكملوها في أقرب أخت يعني بمكاتبنا الولائية بمناظلنا أكيد أيضا ما زال ينتظرنا عمل كما قلت لك لما تحقق الانتشار الجغرافي مطلوب منك أن ترتقي بمستوى الإطارات عن حزب إلى الأداء السياسي الوطني المطلوب واللي نعكس في الميدان يعني هذا رأينا نشتموله والله يعني كما نقوله شتقنا نريحه فقط الأحزاب الأهل والمجتمع المدني وإنتم كإعلاميين رئيس عنده إرادة أنا ما لمسته رئيس عنده إرادة لأن ينتقل بالجزائر من الوضع الحالي التعب بالمشاكل التعب كذا إلى جزائر جديدة عنده نية صادقة كما نقوله عنده فتح كما نقوله ذرعيه لكل مجال للناس إذن المطلوب مننا جميعنا نساهم كل واحد بما أتاه الله سبحانه وتعالى من قدرة ومن إمكانات لأن هذا دورنا عندنا واحد المثل بالقبالية نقوله نقوله بالقبالية ونترجمه العربية نقرأ كل فوسي سيري ذو من بافيس كل يد تغسل وجههم لها إذا ما نظناش نحن كجزائريين نبنيه بلادنا ونصحه أخطاءنا ونتدار كل نقائس اللي فينا مع بعض نتعاونوا له مرحلة التجند الجماعي طيب سي جمال كي نضبط النقاط على الحوار هذا بخصوص الانتخابات التشريعية ربما سترجع خلال ثلاثة أشهر في حديث حول إجراء كذلك انتخابات محلية ما رأيكم في هذا النقطة بالتحديث في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاعدة أصولية وفقية تقول إنما الأمور بمقصدها أنا في تصوري قبل أن نتكلم على انتخابات شريعية وحدها والانتخابات شريعية مع انتخابات محلية مع بعض لابد النقطة اللي تسكننا هو كيف نوفر المناخ اللي يشجع كل الجزائريين على العودة للشأن العام والانخراط في شأن سياسي يعني نرفع درجة نسبة المشاركة نرفع مستوى الطار الشوح نرفع نرفع كل هذه الأمور لابد أن نعمل لها قبل الانتخابات نعم ونوفر لها الظروف والآليات اللي تسمح لنا باش نحقوا هذا الهدف أنا أعتقد أن الجمع بين الانتخابين أو الاستحقاقين يعني المركزي اللي هو لابيان والمحلي اللي هما ليزابي وليزابيسي هذا عامل مساعد على تعبئة أكبر عدد من الجزائريين المشاركة في الانتخابات خصوصاً انتخابات البلدية عندها خصوصية عندها اهتمام خاص من المواطنين لأنها مرتبطة مباشرة بالشأن اليومي للمواطن أعتقد أن الجمع بينتهم واتخاذ أيضاً بعض الإجراءات الأخرى ستساهم مع بعض في رفع نسبة المشاركة وإعادة إدماج الشعب الجزائري في العملية السياسية والعملية الانتخابية هل ربما ممكن أن تنظم هذه الانتخابات في يوم واحد جمال؟ ممكن أنا وش نقول لك مؤسسات الدولة اكتسبت خبرة أنا راني من 1991 وأنا في العمل السياسي وفي الانتخابات الإدارة اكتسبت إمكانيات اللجنة والسلطة المستقلة لابد أن تدعم بكل وسائل لوجيستيك وبليفيكتيف وأن تكون تركيبتها أيضاً هي عامل من العوامل المشجعة تركيبتها المركزية وتركيبتها على المستوى الولايات والبلديات ونوفروا لصلاحية الوسائل والقانون جاء أعطالها صلاحية إضافية القانون يعني الانتخابات هذه المسودة لما نوفروا كل هذه الأمور بإمكاننا نمو الفين نظموا الانتخابات نعم سيد جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة شكراً لهذه المشاركة معنا نتمنى أن نصدفك خلال مواعد إخبارية لاحقاً شكراً لكم على الاستضافة وربي وفق الخير إن شاء الله شكراً في النشاط الحكومي ترأس أمس الوزير الأول عبد العزيز جرات اجتماعاً ترجمة نانسي قنقر